على مدار عقود عديدة تضع مصر القضية الفلسطينية نصب أعينها فدوما هي المدافع عن حقوق شعبها وصوت حقها في المحافل الدولية والدرع الواقي لمحاولات استهداف مسيرتها والحاضنة للمصالحة الفلسطينية لتقوية الموقف الفلسطيني وعقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية ازداد الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية فهي قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينية وفي هذا الإطار تؤكد مصر دوما على مواصلة مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية وذلك على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فضلا عن ضرورة التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنها أن تدعم استقرار المنطقة وتسهم في الحد من الإطراب الذي يشهده الشرق الأوسط مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية الدور المصري القوي ظهر جلياً أمام العالم بعد نجاحها في وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل لم تتوانى مصر لحظة عن دعم الشعب الفلسطيني وإنقاذ القطاع من الدمار والخراب الذي خلفه العدوان فكان قرار وقف إطلاق النار بجهود دبلوماسية مصرية مكثفة على كما مبادرة أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إعمار غزة وذلك بمبلغ 500 مليون دولار وبمشاركة الشركات المصرية وعلى الصعيد الإنساني والثقافي فتحت مصر أبوابها دائماً وأبداً لأبناء الشعب الفلسطيني يدرسون ويعيشون وسط أقرانهم المصريين دون تفرقة فعروبتهم واحدة ومصيرهم واحد وتبقى مصر أبداً دهر حسن القضية الفلسطينية على مر العقود